استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الدعم الطبية لمصاب قطع غزة حيث تم استقباله نحو 1043 حافلة بإجمالية عدد 445 حالة مصابة من بينها 10730 طفلا وقد تم تطعيم هؤلاء الأطفال ضد شلل الأطفال والحصبة والحصبة الألمانية والغدة النكافية وشهد الاجتماع تأكيد على توافر الأطقم الطبية المتخصصة في مختلف المجلات لتوفير أفضل استجابة طبية لمصاب القطع وتستقبل مصر ما بين 40 إلى 50 مصابا يوميا حيث يتم توزيعهم على نحو 85 مستشفى وتم إجراء نحو 1562 عملية جراحية للمصابين هذا بالإضافة إلى الحالات التي تم إعدادها للسفر إلى الخارج وقد بلغت 1366 حالة